لا تختلف مدينة سامراء عن بقية مدن العراق في ترد الخدمات وتهالك البنى التحتية التي ترى أثرها خلال تجوالك في شوارع المدن وأحيائها المهملة أحياء الخضراء والمثنى والدوانم بعد أن تراكمت فيها النفايات بشكل كبير بادر أهلها بالاعتماد على جهودهم الذاتية وشكلوا خلية عمل متكاملة لتنظيف مناطقهم بعد تكدس النفايات في حياء الخضراء والتقصير البلدية قاموا بعض رجال محمد الخضراء جزاهم الله خير بحملة لتنظيف الحي من هذه الأنقاض والنفايات التي تكدست قاموا بحملة لنشر الوعي الصحي من خلال المنابر للمواطنين لا أثر لبلدية سامراء هنا والأموال الضخمة المخصصة لها لم تستثمر برفع أكوام النفايات المنتشرة في كل شارع وحي كما أن حملات التنظيف التي يفترض أن تكون يومية لو وجود لها في المدينة بلدية مدى توصلنا فارتقينا أنه مع أهل المنطقة والوجهة الموجودة أن نسوي بلدية مصغرة حتى رفع النفايات من المنطقة لأنه صارت النفايات في المنطقة متكدسب بأكوام هائلة نجمع خمسة آلاف دينار من كل بيت في الشهر لأجور عمل التلكترات والعمال تراكم النفايات في شوارع سامراء لا يشوه وجه المدينة الضاربة بالتأريخ فحسب وإنما ينذر بتفشي الأمراض والأوبئة وقد حدث ذلك فعلا كما في حيي الشهداء والإجبارية الثالثة الذي اشتكى أهلهما من انتشار الأجزمة والطفح الجلدي خاصة بين الأطفال دائرة بمديرها وكوادرها وتخصيصاتها لم تستطع توفير الخدمة التي استطاع المواطنون توفيرها لأحيائهم بإمكاناتهم البسيطة فهنا في سامراء للحلول الفردية أثر وتأثير أما الحكومة فغائبة كالعادة من سامراء سوفيان يوسف قناة الفلوجة